أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس العلا حاكم الشارقة مرسوما أميريا بتشكيل مجلس ضاحية دبل حصن في مدينة دبل حصن برئاسة الدكتور صلاح عبيد الغول السلامي وعضوية كل من راشد أحمد راشد إخصاوي النقبي أحمد علي سلطان الطيار الظهوري وعمر درويش أحمد محمود الأميري ومحمد حسن محمد المحواث الحمودي ومحمد علي سعيد عبيد خنبول وأسماء خلفان محمد الخبيل النقبي وأسماء محمد عبد الرحمن الطنيجي